موسيقى سعادة الله و أوقاتكم بكل خيال أهلا وسلم بكم مشاهدي كرام في مستهل حلقتين جديدة من برنامج هذا المساء في هذه الحلقة مشاهدينها نتناول دور الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك في توفير السماك لطبقات الهشة بأسعار رمزية و الاستراتيجية التي تتبع الشركة من أجل إدخال السماك في نظامنا الغذائي وفي المائدة الموريتانية بشكل عام يسعدني أن نستطيع النقاش هذا الموضوع سادة سيد عبدالله أبو بكر وهو المستشار الفني المدير العام لشركة توزيع الأسماك أهلا وسلم بكم سيد المستشار سيد سلم شرقي وهو رئيس مركز الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك على مستوى أطار أهلا وسهلا بكم سيد الرئيس السكران جزيلا على قبول الدعوة أنتم مشاهدي الكرام ورحبكم مستهل لهذه الحلقة قبل أن نبدأ النقاش في حلقتنا هذه نتبع هذا التقرير الذي يمهد للموضوع نحوذ بعده بحول الله لنبدأ نقاشنا في إطار سعي الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك إلى تعزيز تموين كافة نقاط التوزيع التي فتحتها في جميع عواصم الولايات يأتي إشراف رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغازواني على تدشين هذه المشأة الأولى من نوعها في مدينة الوذبو وستمكن هذه المشأة التي تعد الأولى من نوعها يتم تشيدها بتمويل من خزينة الدولة ستمكن الشركة من الاستغناء عن خدمات الخصوصيين التي كانت تدفع لهم سنويا كميات من الأسماك تصل إلى 500 طن مقابل تخزين احتياطاتها من هذه المادة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لتوسعات منصة التخزين التي ستسهم في تعزيز احتياطيات الشركة من هذه المادة الأساسية بألف طن وستمكن زيادة الطاقة التخزينية للشركة من تعزيز تموين كافة نقاط التوزيع المنتشرة على عموم التراب الوطني حيث تصل هذه النقاط إلى حوالي 404 نقاط يتم عبرها توزيع 47 طن من الأسماك يوميا لصالح أكثر من 141 ألف مواطن من طبقات المجتمع الهشة وهو ما يعادل حوالي 23 ألف أسرة بكم مشاهدين الكرام من جديد بكم سيد المستشار بكم جميعا سيد المستشار نبدأ نبي تلشينات فخمت رأيز المهولية على مستوى وديبو تلك تلشينات التي تخص الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وما هي الامتيازات التي ستتوفرها هذه المخازن لهذه الشركة قد كانت في مراحل معينة تدفع من أجل أن تحفظ لها بعض مقتنياتها شكرا لكم على هذه الدعوة وأهلا بكم وسهلا وأحيي جميع المشاهدين فعلا شركة الوطنية السؤال الأسماك من انطلاقها سنة 2013 كان لها تبني بناء تحتية تبريدية تمكنها من الوصول إلى مرحلة استقلال في التخزين وقد كانت هناك تحسينات على مر السنين ولكن إلى حد هذه السنة لم يكن كان هناك نقص قبل بناء هذه المنصة الجديدة وهذه المنصة تعتبر قوزة نوعية من شأنها أن تعزز القدرات التخزينية ذاتية للشركة في العشقة البعيد وتمكنها كما جاء في التقليل عن الاستغناء عن خدمات ملاك الغرف التبريدي الخصوصيين الذين كانت تدبعون لهم شركة كميات من السمك تقدره بـ 520 طن أي ما يمثل سنويا أي ما يمثل تقريبا 260 مليون أورقية قديمة وهذه الكمية بعد إطلاق نشاط هذه المناصة الجديدة ستنضاف إلى الكميات الموزعة وستعزز عمليات توزيع داخل نقاط توزيع للشركة الممتدة على كيف الترامب الوطني كما ستمكنها أيضا من التفكير في توسعة شبكة التوزيع وتتاح نقاط جديدة ومراكس جديدة في بعض الولايات وهذه نقطة سنرجع لها فيما بعد طيب شاء الله تعالى وقبل أن واصل أود أن أذكر بأن شركة المناصة للأسماك تعتبر مشأة رائدة وفكرة سديدة لدف منها هو إشاعة استهلاك السمك في موريتانيا باعتبارها دولة تحتوي على أحشواط مليئة بالأسماك ولتفادي وتعدي مضارقة قديمة كنا نرزق تحتواطتها إلى حد قريب وهي عزوف المواطنين عن استهلاك السمك وهذا شيء لم نقبل وكذلك من شأن هذه الشركة ومن شأن هذه عامية التوزيع أن تدعم الأمل الغذائي المواطنين وأن تساعد بعض الغذائيات الهشة إلى توفر على غذاء مضمون ومنتظم عن طريق عمليات توزيع بأسعار جدا رخيصة ونستطيع أن نقول أن الشركة بعد ستة أو سبع سنين من النشاط استطاعت أن تصل إلى عماق الموريتانيا وأن تضمن توزيع السمك بشكل مستمر في مناطق نائية وفي عمق الصحراء وأن تغزو لوقع المراطنين طيب ما زلنا سنقترق لشركة وليفرسفتها في توزيع الأسماك والأهداف المرسومة لذلك نتقل إلى أطار سيد سلمو هنا وسهلا مرحبا رئيس الجمهورية أشرف على إطلاق منصة توفر سعة تخزينية كبيرة لشركة الوطنية لتوزيع الأسماك هذه المنصة الجديدة والأمتيازات التي ستوفرها لهذه الشركة المهتمة بتوزيع الأسماك على عموم الترب الوطني بأسعار رمزية كنت سألت عن تجشينات تجشين تجشين منصة التي أشرف عليها بخامة رئيس الجمهوري بمدينة نواذيبو كنت أسأل عن الامتيازات التي ستعود بها هذه المنصة على الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك من الذي ستوفره هذه المخازن للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك طيب بسمنا الرحمن الرحيم بالنسبة لهذه التنشينات التي شرف عليها رئيس الجمهورية تبشر المواطنين في كل بلد من موريتان بالخير بهذه المخازنة إلى أن تشوف على أن فيم سعة التخزين كبيرة معناها على أن الأسماك لا يتوصل لأن الشركة الوطنية التي توزيع الأسماك استطعت أنها تفتح مراكز على تقريبا عموم التراب الوطني والأماكن التي قد يوصل لها السمك في غروف جيدة وبالتالي كان فيم تقدر تعود مشاكل في التخزين وكان فيم تكلفة كبيرة على الشركة حيث أنها تخزن عند خصوصيين اليوم بتدشين هذه المنشآت لا يعود فيم احتياطي عند الشركة ولا يعود يضمن أيضا للمواطنين على أنهم يأملوا على أن هذه الأسماك لا يتوصلهم في كل بلد من موريتان وعلى أن التكلفة أيضا لا يتعود أقل على الشركة طيب فلسفة ننتحدث عن الشركة بشكل خاص مثلا عن فلسفتها عن هدف التي تقوم به فلسفتها توزيع الأسماك متى تضح أن إدخال السمك في نظامنا الغذائي يساهم في الأمن الغذائي لأن نحن عندنا شوارات كبيرة عندنا كميات كبيرة من السمك حتى عندنا مل عندنا رؤوس من الحيوانات هذه نتهم لا تستهلك مع البعد عن استهلاك هذا السمك قد يؤثر على هذا المخزون شنون فلسفت الشركة في توزيع الأسماك بهذه الأسعار الرمزية جدا وعلى أم تراب الوطن هي الفكرة طبعا جديدة من نوعها تم تنفيذها اتداء من 2014 الشركة تم إطلاق نشاطها في 2014 وكما قلت لك مفارقات وهذا شيء معلوم بالجميع أن يكون ملتانيون يمتلكون شواطئ غنية بسمك وأن لا يكون السمك ضمن أحداث مخذائية كما أن هناك طبعا من نتائج إطلاق الشركة طبعا هو رفع السكين عن الثروة الحيوانية ونحن كما نعلم نستهلك اللحوم الحمراء بشكل مفرط جدا وكذلك كان من نتائج توزيع الأسماك أيضا الحد من بعض الأمراض الناجمة عن الاستقلال مفرط لحوم الحمراء ولكن بشكل أكثر تخصيص الشركة الوطنية أنشئت لدعم الأمن الغذائي لدعم الأمن الغذائي لدى الفياءة الهشة والإدخال الشمك بشكل عام في إعداد المواطنين وطبعا كان المشروع إلى حد ما مشروع غير مضمون لأن العقبة كأداء التي كنا نتصورها في البداية هي أن غزوة ذوق المواطنين وجلبهم إلى استخدام سمك سيكون في حد ذاته مشروع صعبا لم أدأبوا على نمط غذائي طبعا لكن ظهور إطلاق هذه التوزيعات لاحظنا بكل ارتياح أن المواطنين الموريثانيين حيث ما كانوا يقبلون على الشمك بشكل استغلاق سمك بشكل متلقائي ولم تكن حقيقة عقبة بهذا الشأن وهذه الأسماك يجب أن نشير أنها تتحصو عليها الشركة عن طريق إتاوة عينية تفرضها الدولة على البواخر العاملة في سطح الأولياء الموريتانية وهي إتاوات عينية تمثل نسبة 3% من الكاميات السمكية المصطادة تحصل عليها الشركة وتوزعها بشكل تلقائي في شبكة توزعية تمتد على كافة طرال وطني في حوزة المراكز المفتوحة في عواصم الولايات وهي بعض المقاطعات وهي لتذكير 24 مركز توزيع حتى الآن إضافة 404 نقطة توزيع يجتم إطلاق الشركة وهذه الفكرة الرائدة ومحاولة إدخال السمك في النظام الغذائي على الميدر الموريتاني بشكل عام بعد السنوات قبل أن ندخل بتفاصيل بعد سبع سنوات مثلا أو أكثر ثمان سنوات سنية ما هو النتجة التي تتوقع تقول عنكم وصار تقول ما حققته مثلا كان الموضوع بالنسبة لكم عادي سيابي وعادي ومزارت في مناطق مستعصية على الموضوع لا فيما يخص إقبال المواطنين على السلاك لم تعد نالك مشكلة المشكلة في الحقيقة جميع المناطق هي مشكلة تسيير على الكم الهائل من المقبلين على السمك عن طريق الطالبات المقدمة للشركة لفتح النقاط جديدة جمعات قنائية وفتح النقاط من أين كانت البداية فجأتم في المدر الكبرى طبعا بعدها بدأت توسعون كيف كانت البداية وعلى أي أساس تفتحون نقاط التوزيع لفهم هذه القضية أود أن أقوم بشرح كل سرور في عين عند إنشاء شركة كانت كانت شبكة التوزيع ضيقة جدا لا تكاد تغطي بعض عاصم الولايات والعاصمة نوع الشوط مثلا كان هناك نوع الشوط بقرابة 15 إلى 12 أو أكثر من نقاط التوزيع أو 40 داخل العاصمة داخل العاصمة ولم تكن تغطية شاملة أيضا لجميع المقاطعات لأن الشركة في حدياتها لم تكن تمتلك لأن هناك وسائل نقل متطورة ولم تمكن تمتلك أيضا البناء التحتية والوسائل كانت لازمة اللوجيستية التي تمكنها من بسط نشاطها على مستوى ترابطاني مع أنها كانت تحظى منذ نشأتها من دعم سقي من تعاون الإسباني كان يقدر بـ 5 مليون أورو إطلاقها وقد سامها الدعم السقي أيضا بفتح كثير من مراكز التوزيع كما سام أيضا في اقتناء الوسائل اللوجيستية ورويدا رويدا شيئا فشين تطاعت شركة أن تحسن من أسطول هذا النقل واستطاعت أيضا أن تضمن الوسائل اللوجيستية التي تمكنها من توزيع الكميات التي كانت تحصل عليها وكان من اللازمي بداية أولا وضع بنى التحتية ثم التفكير في معايير موضوعية تمكنها من فتح نقاط توزيع في المعنية كان من الأجدري حسب رأي الإدارة أن يتم التركيز على المشروع لكونها أكبر مدن البلاد مجمع سكني أيضا لأنها مدينة التكبير التحوي على عداد هائلة من الواطن لهشة كما كان أيضا من المنطقي أن يتم أولا فتح نقاط مراكز توزيع في عواصم الولايات ثم بعد ذلك نتدرج حسب تصورنا في ناطق كنا نعتبرها هشة حسب دراسات كانت سركة تحضاء لم تكن هناك الدراسات في موريتانيا كنا نلجأ لم يكن عندكم قاعدة بيانات ليست مجددا كنا نلجأ إلى معلومات مجمعة بعضها تم اقتناءه على مستوى المركز الوطني لإحصاء وبعضها تم جلبه من طام عن من عند برنامج العالمي التقليل لأنه أيضا يشتغل في الميدان وكان يحتوي يتمتلك بيانات لا بس لها استخدنا كل هذه البيانات وتمكننا أيضا من انتخابي كما صح قول مناطق ارتعنا أنها هي البيانات الأولوية فيما يخص الكمة الجيموغرافية ونسبة الفقر وبعد تقطية جميع عواصم الولايات دابنا على الانتشار تدريجيا من الشرق إلى من أقصى الشرق إلى أقصى الشمال وقمنا بفتح نقاط توزيع ومراكز في الحوض الشرقية والحوض الغربية والعصاب باعتبار الولاياتين الأكثر كذبة سكانية ثم بعد ذلك تم التقدم نحو وسط موليتانيا وكذلك شيئا فشيئا وصلنا إلى شمال موليتانيا باعتبارها منطقة غير مؤهودة مقارنة أو أقل إهالة مقارنة بالمطقة الأخرى وعلى أي حال بعد ذلك تعاونا مع التعاون الإسباني طلبنا دراسات ميدانية استخدمنا فيها مستشاريين وعلى أقل خبراء من أجل دراسة وضع خريط الفقر كموليتانيا وتقديمها للشركة لأجل نستنسى بها مستقبلا فيما يتعلق بإفتتاح نقاط ومراكز وشيئا بعد إشاعة التوزيع أقبل المواطنون من شتى وحي الوطن إلى الشركة وطنية عن طريق الوزارة ونعاني حتى اليوم أخشيك القول نعاني حتى اليوم من وضع معايير موضوعية تمكنها من تحديد المستفيدين أو من هو أكثر فقرا من من أو من هو أكثر حياسا من من لأن الحقيقة المدود متقاربة جيدا بين الفئات تحديد طيب سيد سلم على مستوى مدينة أطار ترأسون هناك هذا المركز لتوزيع السمك على مستوى هذه المدينة شنه خلاص تجربتكم في المدينة وكان الساكنة قبلت على السمك وهل نجحتم طرون أنكم نجحتم في إدخال السمك في المائدة الغذائية الموريتانية طيب بسم الله الرحمن الرحيم كيف تعرفوا بالنسبة لولاية تادرال ولاية ذات مناف صحراوي بعيدة جدا من البحر وبالتالي السمك ما كان داخل في العادات القذائية للمواطنين وكان الذي يوصل منه يوصل بشكل ممركز المدينة تطار ويوصل منقول عن طريق القطار وبالتالي ما كان يجيب ظروف جيدة تمهيد لفتح الشركة بداية نشاط الشركة وزعت السمك مجانا وتم توزيعه في مقاطعة تطار ومقاطعات شنقيط ودان وجفت وحتى مركز شوم الإداري وهذا التوزيع كانت الناس ما يقابل عليه وكانت تقبل وتزرق وكانت تقبل ولا تعرف لتعدل يا قير استطعت الشركة لأنها أيضا تقبض تشكل بعثات تكوينية على طريقة طهي هذا السمك والصفة التي قدت تعدل منه وابتداء من ذلك تدخل في العادات القذائية للناس وعاد بالنسبة للناس صار وك المشكلة الكبيرة المطروحة هي لأن ما ينجبار السمك وهنا لا ينشر على أن سنة 2022 بالكامل تم حتى الآن توزيع ما يزيد على 300 ألف كيلو جرام من السمك بسعر رمزي 5 قيات وعلن فيه المشاكل المطروحة والتي نتعرض لها المشاكل الرقبة في زيادة نقاط بيع هذا السمك لأن كل وقت في مد جائية من المراكز التابعة للمدن والله القرى اللي نائية يدوروا وكانهم يجبروا حالي ويقعدين بيعهم بيع هذا السمك معناها على أن السمك اليوم ادخل في العادات القذائية واصبح ما يقد حد يفصل معاه المواطنين في الوقت الذي كانت اللحوم الحمراء أيضا شهدت ارتفاع في الأسعار نظرا لموجة الجفاف اللي ضربت البلاد وضربت الولايات بصفة عامة كان الملجأ الوحيد عند المواطنين هو أنهم يرجعوا لينقالوا السمك وبالتالي يدخل في عاداتهم القذائية وقطعا على أنه أصبح ما عندهم ما قد حد يفصل معاه لا بد يتم توفر لهم وهنا أيضا نخطي نذكر على أن الشركة عندها مركز في مدينة طار هذا المركز يوزع على مقاطعات أو جفت والشنقيط بشكل منتظم وعندها مركز في ودان أيضا يوزع على المراكز التي تابعة لمقاطعة ودان التي فيها الأماكن التي تبعد 100 كيل وراء ودان معناها 250 كيل تقريبا وراء طار وهذا طبيعي لأنه ينعود الحوت الحق للمرحلة من الدخول في العادات القذائية وصبح لازمة على أن يعود رقاج في أدقال الصحراء و250 كيل من عاصمة الولاية يجبر السمك هذا قطعا على أنها رواية مفيدة عنها حققتم الهدف المشور عندنا أيضا نفس الشيء بالنسبة 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 لمقاطعة أو جفت مثلا عندها طريق معبد وبالتالي الشركة انواة على أنها إن شاء الله تفتح فيها مركز هذا اللي لا يعزز يعزز طاقة التوزيع على مستوى الولاية لأن في منصة مباركة معها أيضا تبتنا هنا في ولاية تادران هذه المنصة بسعة مائة طن لا يتعود تخزن فيها وبالتالي لا يعود في مركز في ودان واحد في فوجفت معناها على أن التوزيع لا يعود أشمل ولا يعود أقرب لك المراكز اللي عندها طرق وعيرة ولا يقد يوصل لها السمك بالنسبة أيضا للشنقيط طبعا الشركة تنتظر على أن الطريق المعبد يوصل وإياك على أنها زاد وتفتح فيها مركز إن شاء الله بالرقم على أنه مقطي بالتوزيع من مركز أطار حتى الآن واضح طيب سيد المستشار نتحدث عن هذه المراكز اللي توزعوا من خلالها السمك عن فلسفتكم فيها أولا بدأتوا قلتوا عنكم طرقتوا في الموضوع الكبير وهذا طبيعي بالكثابة السكانية للمعتبر هذه الساعة وبدأتوا يستعى واصم الولايات وبعدها بدأتوا في ولايات شرقية المعايير اللي تفتحوا لها هذه المراكز للمعايير اللي توفر في المركز والكميات اللي توزعوا كم كانت تابعة الكثابة السكانية تختلف طبعا من المدينة المدينة ومن قرية القرية والتوسع في هذه المراكز اللي كانوا عن طريق طلبات طرقوا أنتما عنها مبررة مقدماتكم من طلب من يريد الاستفادة والله رؤية عند الشركة تقرر عن المنطقة الفلانية تستحق أن يفتح فيها مركز لتوزيع الأسبوع شكرا في هذه المعايير التي ذكرت نأخذ من كل منها في طرف طبعا كما قلت لك أنه بعد إنشاء بعد فتح المناطق المراكز التوزيع في عطف النوايات وبعد فتح ها في بعض ولايات المقاطعة الثلاثة الأولوية من ناحية الكام المغرابي كام سكاني وبعض هذه المقاطعة للإشارة كانت تحتوي على مراكز توزيع قبل إطلاق الشركة لأن هذه الشركة قامت على أنقاض مشروع توزيع الأسماك مسامك كانت تديرها خفر السواهل قبل التعاون مع اتحاد الإسباني وكان من طالبات تعاون الإسباني أن يتم فتح الشركة وطنية توزيع الأسماك وبعد فتح هذه الشركة قامت بإرث ورثته ورثت تلك المشروع وقامت على أنقاض وطبعا البناء التحدي التي كانت موجودة أنالاك تبنتها الشركة وقامت بزيادتها عن طريق فتح مراكز في المناطق التي لم يكن توزيع ويصلها كما أن الشركة أيضا استفادت من التمويل الإسباني كما قلت لك وسهمها التمويل في فتح اقتناء حاويات تبريد وبعض الأحيان في بناء منصات تبريدية في بعض عواصم الولايات وفي بعض عواصم الولايات منها من عاصمة عاصمة آدرا التي سيتم فتح بناء بنصة توزيع لوجستية فيها في الأشهر المقبلة وجابت على سؤالكم فعلا يتم التقيض بالكم الديمغرافي للسكان وبالنسبة الفقر تشترطونا كما معينا لا نشترطو كما معينا إلا أننا على الأقل نأخذ مهلا توسع في الحوض الشرقي نأخذ المناتق الكام الأكبر ونعطيها الأولوية على غيرها يعني المقاطعة الأولوية على المركز ومركز الدال له الأولوية على البلدية كما هناك أيضا معيار آخر هو أهم من هذا هو أن تكون المنطقة التي سوف تستفيد من توزيع السمك أن تكون موصولة بشبكة طرقية أي أن حاويات شركة تستطيع وشحنات شركة تستطيع أن تصل إلىها وأن تكون أيضا تحظى بكهرباء أي أن الكهرباء لحفظ طبعا لكن مهما يكون لا بد أن تكون هذه نوع قص ما يتعلق بها تطبيق هذه المعايير لأن شركة كما قلت لك لا يمكن بإمكانها أن تتوسعة القائل على جميع كما أن أيضا لم تكن تحظى بمعلومات كافية فنية صادرة عن هياكل متخصصة وتتعلق بالنسبة الفقر وبهولوية بعض المقاطعات على بعض لكن الجهد والإجتهاد لم يكن مع دميني والمؤسسة قامت بفتح المناطق المناطق التوجيح وفي المقاطعات بالتعاون مع سلطات الأولياء المحلية وغير المحلية في اختيار لمناطق الأفر طيب سيد المسيار الحديث عن معايير التي توفر في مركز التوزيح كيف تختار المستفيد مثلا أنتم كان عندكم عدد معين يستفيد يوميا أحد ما أحضر فيها أو ما أحضر ولا تشترطوا معايير معينة تتوفر في هذا لقاش محد فيه تموت بيعون المراكز التوزيع هي عبارة عن إما منصة اللوجيسية وإما حاول التبريد ما يتعلق بالنصة التلوزية هي ورف التبريد بمكاتب ومساكن جانبية لبعض العمار ما فيما يخص حاوية التبريد فهي فقط حاوية مبردة تحتوي على السمك المعين وهذا السمك يتم متوصيله بشكل مستمر عن طريق المخازن القاعدية في نواذبه وهناك تنسيق لا يختل ولا يكل بين رؤساء المراكز داخل البلاد وإدارة توزيع در مركز أي أن هذه إدارة تتبع كمية توزيع التي تحدث في جميع هذه المقاطعات ومراكز التوزيع يوميا عن طريق مذكرات يواقع عليها المندل العام للشركة وإذا مقترب المخزون من النبات نرسل إليه شاحلة لتزويده بشكل إضافي وبهذا نضمن استمرارية التوزيع على امتداد التراب الوطني دون انقطع وفيما يتقى المستفيدين من التوزيع فقد كان هناك تفكير في ضبط عينات من المستفيدين تكون تستفيد بشكل مستمر دون غيرها من عملية التوزيع لكن هذه الفكرة عندما درسناها مع التعاون الإسباني ومع بعض المختصين وشدنا أنه ربما يكون فيها بعض الإشهاب ببعض المعنيين لأنه ليس هناك معايير يمكن أن نميز فيها في منطقة معينة بين من هو يستحق وأن يستفيد من هذا ومن لا يستحق لأن نسبة الفقر متقاربة جدا وارتقينا في وقت أول أن نفتح المراكز أو نقاط التوزيع لجميع المقبين عليها وأن نقدم الكميات المباعة بشكل رمزي إلى من معناها أنكم اعتمدين عندكم كميات يوميا تبيعوها لجي شرية لجي شرية عندكم كميات تبيعوها لجي شرية هذه الكميات تتحدوها قياسا على الكذابة السكانية طبعا مثلا مدينة فيها 20 ألف ما هيكي واحدة فيها 7000 لا يعني يا الله تقول الكمية ما هي واحدة هذا منطقي لا الكمية تختلف الكمية تختلف من واكشوط مثلا نوزع يوميا ما يقارب 19 طون في مناطق أخرى مثلا توزع 200 طون وفي مناطق أخرى كثرة من ذلك 2000 طون طونين على الأقل 2000 طون وهذا يتعلق بالكمية الكذابة السكانية كما يتعلق أيضا بالاستقلال المعقلا للكميات المتواجدة في المخازن القاعدة للشركة لأن الشركة تحظى أو تمتلك هذه المنتوج عن طريق إتاوات عينية يقدمها كما قلت لك البواخر العاملة في مجال السيد السطين وهذه الكميات 300 لكن هذه الكميات تستطيع أن تقول أنها إلى حد ما معلومة مشبقة لأننا نعلم معدد هذه البواخر ونستطيع أن نحدد إلى شكل ما الكميات التي ستحصلها سنويا وبهذا الأساس نقوم بضبط الكميات التي ستوز وزعه سنويا عن طريق الرجوع إلى ما سوف نحصل عليه خطية هذه السنة لكي نضمن على الأقل استمرارية التوزيع لدى المناطق المعنية كما أيضا نضمن احتياط لأن يكون موجودا متواجدا بشكل دائم في المخازن المركز طيب أستاذ على مستوى مدينة أطار تحدثوا عن توزيع داخل المدينة وعن تزويدكم لبعض المراكز تتابعة لمدينة أطار بالسمك طيب لا تحدثنا عن آلية الحفل آلية الحفل داخل المركز والآليات التي تتبعوا إياك توصلوا السمك لمناطق نائية مثلا مثلا تحدثوا عن 120 كيل بعد ودان يعني ما هي 4 على 200 كيلو متر من مدينة أطار شنو هي الآليات التي تتبعوا المعايير تتبعوا في حفل في حفل السمك داخل المركز في أطار والآليات تتبعوا أيضا في نقلوا إلى مناطق أبعد وأن آمن أطار طيب شوه بالنسبة لمقاطعة أطار المركز هنا مقاطعة أطار عندنا حاوية بسعة تقريبا 30 طن هذه الحاوية موجود في السمك ونحن نفتح عنه تقريبا الساعة الرابعة صباحا أياك نوزعوه على نقاط بيع التي تشمل تقريبا مقاطعة أطار والضواحي القريب منها بالنسبة لا يوخ في ذلك الظروف التي هي وبالتالي لا يبدأ بيعه مع الصباح مازال في غروف جيدة إذا لعنو وصل للمواطنين بصفة جيدة بالنسبة ودان فيه زاد هو حاوية مركز ودان فيه حاوية هي لنفس الشيء وتحافظ على الأسماك وبالتالي ينفتح يوميا في وقت يوصل به هذه المناطق ما زال ظروف جيدة النقاط التي تكلمت عنها مثلا البيض هذا الشريكة بالتعاون مع بلدية ودان مثلا دارت مبردات تعمل بالطاقة الشمسية في هذه المناطق الذهية وبالتالي تحفظ السمك ويتم يمرق منها حسب الحاجة يوميا بالنسبة أيضا المقاطعة الشنقيط ومقاطعة أوجفت يوخظ في نفس الوقت وفي أقل من ساعة يوصل البيض الذي قائسها وبالتالي ينباع ويوصل المواطنين مازال متجمد في ظروف جيدة معنا أن كافة الآليات مضمونة لأنه يوصل المواطن في ظروف جيدة ولكن قاد نوصل لك الناس اللي بعيد في مناطق ثانية بعد منه وطرقها وعيرة زين عندنا نعدلوها يا قير حفاظا على سلامتهم وحفاظا على أن هذا السمك لا يتحول لسمو ويعود لهم ضار اخترنا على أن ذلك البلادات مؤقتا يتم ما يلحقها وطبع عندنا فم الوسائل الكفيرة يصالوا للمواطنين في ظروف جيدة مازال متجمد وبالتالي ما فم ضرر إن شاء الله واضح طيب أستاذ في نفس الموضوع الوصول للمناطق النائية وتوزيعات فترة الجائحة فترة الجائحة عندي عنكم زدتوا عدد الكميات الموزعة وحاولتوا تسهدفوا بها مناطق بعيد شوي لتخفيف مناطق الجائحة على المواطنين طيب الكميات الموزعة لاستهدف بعض المواطنين لكن إذا ما قلنا مثلا إن الشركة رادت أن تصل إلى مناطق نائية فإن ذلك يبقى دائما في إطار الشبكة الطرقية التي تطيع حوية شاحنات الشركة أن تسلقها إننا لم نتواجد في مناطق صحراوية نائية لا يمكن وصول إليها عن طريق شاحنات الشركة ثم شبكة الطرقية ما تقولوها القدرون لانها نقل محلي ليس عن طريق شاحنات لانك نقل محلي لماذا تعتمدوا نقل محلي وتصل لمناطق لماذا لماذا تعتمدوا نفس الخيار تعتمدوا عن طريق نقل محلي وتصلوا لكمية المعينة كمية معينة مثلاً إذا ما تتوزع لدى مركز الشركة تتوزع لدى مركز الشركة نقوم بعمل التوزيعات لدى مركز الشركة هذا غالي في فصل الحقيقة لا يمكننا مثلاً أن نذهب بشعن شركة إلى مناطق مثلاً ليست فيها ليست معبدة وليست فيها كهرباء هذه نوع من المخاطرة بوسائل نقل الشركة وهي وسائل غالية جداً وهي شاحنات حساسة وتطورة ولا يمكن أن نخاطر بها لأنها تضمن على أقل توزيع السمك بشكل مستمر في شبكة عريضة وشاسعة لكن عملية توزيع للإشارة المجاني تم التركيز فيها أساساً على موكشوب وعلى المواذيب طبقاً لتعليمات أولياء صادرة عن لجنة وزارية مختلطة تعمل تحت إدارة وزارة الأولياء وقد تم التنسيق مع بعض الهيئات ما فيها تهازور ومفوضية الأمن الغذائي واختيرت بعض المناطق لكي تستفيد من هذه التوزيعات وكان الأمر يتعلق أساساً بمواذيبو وموكشوط كما تمت هذه التوزيعات أيضاً في بعض مناطق في أعواص المولايات لكن السلطات الإدارية في هذه الحالة التي يتم إشراكها بالعملية وهي التي ترتئي باعتبارها موجودة في الميدان و باعتبارها حاصية على رأي سائد و لأسباقية بمقارنة مع رأي الشركة و إذا ما طالبت مننا مدرين أن نوصل الشركة إلى منطقة المعينة فإنه يتم يصلهم لكن هذه عمليات طرهية تتم تنفيذها في إطار في خلال يومين أو ثلاثة و أتحدث لك ما يعتبر في أطار عن توزيع مستمر و هو توزيع تمويله الشركة عن طريق كتير غير ذلك تتباهي في توزيع مع المستمر عنه يصل المناطق قال عنها و راودان تقريباً 100 كيلو 80 كيلو هذه مناطق بعيد شوي ما هي معبد هذه المناطق يصل لها التوزيع عن طريق هذا له ميزانية خاصة على مستوى بركز أطار طيب واضح طيب بمخصت كتويل سألت عن مراكز الأليات التي تعتمدوا إياك تفتحوا مراكز جديدة مثلا هل تقدم ساكنة طلب للشركة والله هل ترتعوا عن هذه المنطقة هل تستحق أن يفتح لها هناك أساساً نأخذ بعين الاتبار موضوعية فتح المركز من ناحية إمكانيات الشركة و قدرتها على تأمين المنتوج للساكنة المعينة وتوفر الإمكانيات العامة بما يتعلق بشبكة طلقية معبدة و بكهربة المدينة ذاتها كما أيضاً نأخذ بعين الاتبار الكم السكاني و نسبة الفقر في تلك المنطقة و نأخذ أيضاً برأي سلطات العليا و كل هذه المعايير في مجملها يمكن أن نحدد من خلالها ما هو المركز الذي يمكن أن يتوفر قبل غيره على فتح مركز كما أيضاً وريد أن أشير أن فتح المراكز ليس بهذه الكذرة فتح المراكز يكون تدريجياً لأنني كما قلت لك منذ إنشاء شركة حتى الآن الكميات المصطادة التي تحصل شركة على نسبة مئوية منها لا تكاد تغييرها على مرسلين تقريباً بقية نفس الكمية معناها عن افتتاح مراكز ليس يزيد ضغط عليكم طبعاً و هذا هو ما يبرر أن توسع الشبكة التوزيع كان أساساً من سنة 2014 إلى 2020 عندما بلغنا 2020 كان هناك وصلنا إلى المرحلة العليا التي إن تخطيناها ربما أضررنا طاقة الاستعابية عندما تخطيناها يمكن أن نضر بالاحتياط الذي يجب أن يكون موجوداً بشكل مستمرير في المراكز القاعدية لكن الإدارة من عقبل 2020 لم أفتحت مركز لا 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 فتحنا مركز في كيرو و نحن الآن على الأقل لا في كيرو في مباني و نحن الآن بصدد فتح مراكز أخرى لكن قبل فتحها هناك تفكير حديث حول توفير موارد سمكية إضافية ماذا من هذا؟ كيف ستوفرنا؟ هناك بضع تصورات أولوها هو تأجير مواخر عن طريق اتفاقيات تشير عليها وزارة الصيد يتم من خلالها رصد و تقسيم الكميات المصادة بين الشريك صاحب الباخرة و الشريك الوطنة الإسنات أي أنه بدلاً من أن نحصل على 2% من الكميات المصادة نحصل على نسبة 50% منها و هذا سيمكننا مثلاً إذا أجرنا باخرتين أن نضاعف في سنوات المقبلة كل ما نحصل عليه اليوم من الكميات السبكية و سيمكنوا هذا من تقطية ما تبقى من طرار الوطن و فتح مراكز جديدة على كل حال الخطوة الأولى قد تم يطلبها إلى حد الساعة وهي الشراء اقتناء إذناء عشر حاوية سيتم و ستنخصصها لفتح مراكز جديدة في بعض المناطق التي لا يصلها التوزيع إلى حد الآن مثل ماذا؟ مثل ودنك مثل كرماسين مثل أنتكان مثل كوباني مثل أنبكت لحواش هذا النقل عثل ما قد تم توزع عليه مراكزكم في نواكشوت لا لكنها مقاطعة مثل غيرها إن استطعنا أن نفتح فيها مراكزاً فلنبعل ذلك يقول بها من نواكشوت لا يقول بها من نواكشوت وهذا النقل تحظى بتوزيعات كما نقول توزيعات آنية هناك كميات نوفرها إليها عن طريق مرور الشاحنات التي تتجهه إلى مراكز الداخل بذلك لتوفير المجسمة هناك كمية ذابة تتحصل عليها مقاطعة وهذا النقل قد تتحصل في إنشاء مركز ثابت لكن نعم طيب دائماً تساءل بعض عن جودة الأسماك التي تقدموا مثلاً لشان نوعية الأسماك التي تقدموا الأسماك التي تقدم والتي نوزعها في إطار النشاط الاعتياد للشركة هي ما يسمى ب مراحل معينة وجهت لكم انتقادات عن نوعية سمك بعض المواطنين يقولوا عن نوعية سمك جيدة ما توزعوها سوف أقول لك لماذا؟ لكن من ما يكون ذلك من قبيل جهل مصادر سمك لدى الشركة و أنا سوف أشرح هذا و أمتلك الفرصة لمفسر الأمر لجميع فعلاً هي شركة تحصل على إتاوات عينية هي إتاوات عينية مفروضة على ملاك و مواخر ربما ليسوا مستعدين نفسياً لدفها ولكنها أيضاً إتاوات تمكنها من حصولها على سمك ذي جودة عالية وهذا السمك الذي نحصل عليه إنما يكون موجهاً للسوق الأجنبي وهو سمك يتم استياده و تعبيته في بحر و في مصانع موجودة لدى البواخر المعنية وهو سمك ذي جودة عالية والبواخر التي تصطاده تعرج فقط على الميناء الموليتاني لكي تدفع لشركة وطنية توزيعها من الكميات المتبقية فإنها يتم تطدرها إلى الأسواق الأوروبية أي أنه يوجد هنا أنه سمك من ذي جودة عالية وهذا السمك من فئة دعني أقول لك اسمه بالفرنسية شانشار شانشار يسموه هنا باللغة المحلية جاي أو لم ليسة وهو سمك ذي جودة عالية و حجمه متوسط و يقبل عليه السكان إلى حد بعيد و قد كنا في سالف أيامنا نوزع معه كسمك السردين لكننا منذ سنوات لم نعود نوزعه و على أي حال فيما يتعلق بتوزيع هذه العينة بالطبط من السمك لم يكن هناك انتقاد فيما يتعلق بها و كل كميات التي نخرجها من مخازن القاعدية تم توزيعها بشكل مطلقين دون أن يرجع منها أي شيء لكن ربما يكون قدار بخلدكم بعض المشاكل الآنية التي حدثت سنة 2021 تعلقت بتوزيع كميات من السمك عن طريق إتاوات عينية وصلت إلينا عن طريق بواخر تقوم بمعالجة السمك على مستوى المحلي و هذه مشكلة ربما كان هناك بعض المشاكل المتعلقة بضعف التبريد و قد عز بعض المواطنين عن هذا لكن هذه المشكلة تم توصل إلى حلها منذ بضعة أشهر و ليس هناك مشكلة ما يتعلق بتوزيع الأسماك و اقتنائها و قبولها بشكل مطلق المواطنين و قبل أن أتقطع هذه المسألة أود أن أشير إلى أن الشركة السلطات العلياة و رئيس الجمهورية و الحكومة عند غداة جائحة كورونا و الحرب في أفرانيا و موجدتنا على أن ضربت موليتانيا كما ضربت جلال المنطقة تم التفكير في توزيع موازن للتوزيع الاعتياد للشركة عن طريق اقتناء أسماك لا تجاهدنا عالية و قد استمرت شركته في تنفيذ هذا المشروع من سبتمبر 2021 و رصدت الدولة لهذه العملية ما قدره مليار و 200 مليون أوقية تم من خياله اقتناء كميات من السمك عالية للجودة تم بيعها في نقاط توزيع مفتوحة على كافة انتظار الوطني موازنة مع الشبكة الاعتيادة لشركة و يتم بيع السمك فيها بسعر مدعوم يصل دعمهم لدعض الأحيان إلى 60% أعوذي لكم أنتقل إلى أطار أستاذ سلمو هل من إحصائيات لعدد المستفيدين على مستوى أطار حتى اليوم و الكميات البعض يطالب بزيادة الكميات و عضو المواطنين يطالبون بزيادة كميات و ما زلتوا سأتناول ذلك الموضوع على الأستاذ هنا الرحمن الرحيم بالنسبة للناس المستفيدة على مستوى أطار نفترضه عن الناس كاملة مستفادة منهم نحن مثلا عندنا نعدل عملية توزيع لـ 2000 كيلو جرام على مستوى هذا المركز الذي هو يوميا هاي 2000 كيلو جرام نحسبه على أنها 1000 أسرة معدل 2 كيلو جرام للأسرة هذا يوميا وبالتالي يعود الناس اللي تجيه اليوم تجيه واحدة ثانية الصبح وتجيه واحدة أخرى النهار الأخرى إلى آخره وبالتالي نعتبره عن الفائدة منه عامة على الناس كاملة وعلى أنه قليل حد ما هو مستفيد منه يكون حد ما يبقي يجيه بالنسبة لزيادة أيضا الكميات اللي طالب بها الناس المانع فيها على أنه فهم كميات محددة كيف قال الأخ المستشار على أنه أيضا ترجع للرصيد اللي موجود من هاي الأسماك من أين تعود اللي مثلا للأسماك اللي أوزعنا احنا أكثر لا ينوقفوا الصبح والنهار الأخر نعطوا نهارات ما وزعنا لا يعود ذاك ما هو مضبوط وبالتالي كيف قلت قبيل من على طول سنة 2022 هذه ما فيه يوم ما قط ما فيه الحوت ما قط عاد المخزون خاوي نهائيا طيب استاذ في نفس الموضوع المواطنين يطالبوا زيادة الكميات يقولوا أن الكميات تفرق عنهم مثلا باحدين يجوا للمراكز و الحمزة يقال لهم كميات فرقة تطالبوا بهذا شنهو الاجراءات القاضين إذا كنت زيدوا الكميات الموزعة على المواطنين هذه يا راهرة صحية وأظن أنها من ناحية اجتماعية ذاهم غير مستصحب هو أن الكميات المدعومة بشكل مثل هذا مثلا دعمها يصل إلى خمسمية تقبل عليها الناس تقبل عليها الناس بشكل استثنائي فمثلا إذا كانت ملكة كميات سمكية لا تجودة عالية يتم اقتناؤها بمبراغ زياد يساوي خمسين وقية قديمة فمن المحتملي أو من المنتظري أن يتم الإقبال وأن يتم أن تقبل عليها الناس بشكل مقاطع النظر وعلى يتيحال إذا ما رجعنا إلى أهداف الشركة الأولية والهداف المشهد منها هو تعزيز الأمن القذائي ومساعدة بعض المواطنين ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة وذوي الحالة الاجتماعية الهشة هؤلاء هم المعنيون أصلا وقبل غيرهم بعملية التوزيع لكن كما قلت لك عندما قمنا بعملية التوزيع صادفتنا مشكلة هي أنه هي إقبال مقطع النظر من فئات ربما لا تكون مستدفة أصلا بعملية التوزيع لأن الشركة اليوم في تحدي كبير وهو أنها أصبحت ملزمة يعني أقل معنويا بتوسيع شبكتها دون انقطاع حتى توصلها إلى جميع مقاطعات البلاد وأن يتم فتح ملاقس التوزيع إلى جميع المواطنين بيد أن الأصل من فتح الشركة هو فقط دعم القدرة الشراء دعم الأمن الغذائي ومد يد العون للفئات المعوزة لكن مثلا إذا ما رجعنا إلى الحالة اليوم لدي شركة ونالك مصلحة مقتصة مثلا باستقبال طلبات المواطنين الذين يقبل مع الشركة مطالبين بفتح مراكز توزيع وفتح مقاط في حوزتهم أو في مناكز سكنهم ونالك ما يزيد على ألف طلب تتعلق إما باستجمعات سكنية إما ببعض المراكز النائية إما بأحياء هنا داخل نواقشوت وداخل العاصم المقاطعة العاصم المولايات في موريتانيا وإذا ما فتحنا مراكز توزيع في جميع مراكز نقاط توزيع في كل هذه المناطق فإنه سيكون لزاما علينا أن نضاعف مرات ومرات الكميات التي نحصل عليها أي أن التحدي الأكبر قبل كل شيء هو ضبط الجمهور المستهدف الذي يجب عليه بشكل عملي وأخلاقي وموضوعي أن يستفيدنا قبل غيره من توزيعات المجانية وشبه المجانية للشركة وعلى هذا الأساس قمنا مرات عديدة باستدعاء خبراء وطالب منهم أن يقوموا بدراسات مولدها تعاون إسباني كلها لوضع خائطة تبين بؤر الفقر في موريتانيا والفئات التي يجب أن تتوجه إليها الشركة وأن توزيع في إطالها قبل غيرها على كل حال السياسة العامة للشركة حتى الآن هي أن تأخذ بعين اعتبار جميع الطلبات التي تقدم إليها وأن تستجيب لكل مواطنين حيث كانوا وأن تستقبلهم وأن تواسيهم وأن تعمل أيضا جاهدة على إيجاد حلول معقولة من أجل توسيع الشبكتي ووصول المنتوجي إلى كل من يتقبل طيب ما توقفتنا من نوياسر وما تريد أن نوياسر من وقتنا على قصتي البعض يتخوف من هذه الكميات التي توزعون أن تصل أيدي التجارة بأسعار رمزية ويعودهم بأسعار غالية المواطنية لابد أن عندكم إجراءات إياك تحاربوا وإذاك الموضوع غالله تعسون شان الجراعات تقابلين إياك ما تصل هذه الكميات إلى أيدي التجارة بسيط على الأقل لا تستطيعوا أن أتصور أن التجار بإمكانهم مالهم هم جوروا كميات بسيطة لا 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 الكميات التي توزعوا في طار مراكز توزيع يتم توزيعها مراكز توزيع قد تصل إليهم قبل أن تصل إلى مراكز توزيع أكيد من الحديث عنه إذا كانوا يتعلقوا بهذا فعلها هناك اختلاس للمنتوج المتعلق بشركة وعلى علمي قد حصل هذا في سنة 2014 عن طريق تحويل كمية أنا هنا أسأل عن إجراءات متأخذ الشركة لا أصيبوا شيء معينا الشركة لا بدنا لها احتياطات الإجراءات الشركة فما يتعلق بالشركة هناك نظام سوف أتحدث عن جميع الإجراءات مغتملت بس أقل من دققتين هناك نظام معلوماتي يضبط كميات الداخلة للشركة من عندي المركز من وذيبو حتى إخراجها عن طريق المركز الأخير وهناك أيضا نضع هناك مرافق لصاحب الشاحنة يوقعاني مع رئيس مركز الأخير على الكمية التي تم تحميلها في الشاحنة وهناك قفل يتم إقلاق الشاحنة به لا يمكن فتحه إلا عن طريقي المركزي إلا مصطحي بالمركز فإذا تم فتحه لا يمكن أن يرجعه أي أنه يبقى مغلقا حتى يصل إلى المركز المعني وهناك أيضا كتابات أرسلتها الشركة إلى جميع الحكام وجميع أولاد في جميع مقاطعات الوطن وطلبت منهم أن يساهموا معها في مراقبة المنتوج الذي وزعوا بيحوزتهم وتم إعلامهم بالكميات التي وزعوا يوميا وطلبنا منهم من الشرطة المحلية أن تمر بشكل مستمر على مناطق الشركة وأن تنظر إلى ما كانت توزيع التي يتم هنا لك مطابقة لما تنقل وقت ينتهى شكرا جزيلا لكم شاهد الكرام في نهاية حلقة من برنامج هذا المساء شكرا بسيطة جزيلا شكرا وضيفاها الكرام وهما سادة سيد عبدالله أبو بكر هو المستشار والفني والمدير العام لشركة تسويق توزيع الأسماك عفوا شكرا جزيلا لكم سيد المستشار سيد سلمون شرقي وهو رئيس مركز الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك على مستوى الأطار أنتم مشاهدي الكرام موصول لكم شكرا لأن يضمني وقعون آخر في حلقة أخرى من هذا البرنامج نطرح فيها موضوع آخر يهمونا جميعا لذلكم الحين نتفو في رعاية الله وحبا اشتركوا في القناة